أنا أدعو نفسي وإخواني إلى أن نستثمر الرصيد الذي حصل وحصلناه من العمل الصالح قل أو كثر في هذا الشهر المبارك الماضي نستثمره بالزيادة والبناء عليه من الناس من يعود وينقض ما كان من العمل الصالح بالرجوع إلى السيء من العمل بمعاودة ما كان عليه من السيئات ولا شك أن هذا نقض للغزل والعمل الذي جهد وعمل فيه هذا الشهر المبارك ولو كان ذلك بالكف عن السيئات يعني العمل الصالح لا يلزم أن يكون لجهد صيام أو صلاة أو زكاة أو حج فقط بل الكف عن السيئات هو من الصالحات كما في حديث بذر لما قال أرأيت إن عجزت عن ذلك قال تكف شرك عن الناس فإن ذلك صدقت منك على نفسك فنحن كففنا أنفسنا في هذا الشهر هذا أقل ما يكون فينبغي أن نسارع إلى الخيرات وأن نبادل المبرات الصيام قد شرع في كل العام وهناك أيام ينبغي أن نحنس عليها الصلاة كذلك الصدقة كذلك الإحسان إلى الخلق كذلك قراءة القرآن كذلك ينبغي أن نستفيد من الرصيد والتدريب الذي استفدنا منه في شهر رمضان بأن نواصل العمل الصالح